تشهد مراكز التطعيم في مملكة البحرين قبالا لافتا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات حيث بلق مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائة واربعين ألف شخص بما تجاوز عدد الحصيلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وثلاثة وثمانين ألف شخص هذا وصل عدد من حصلوا على الجرعة المنشطة من التطعيم إلى أكثر من مائتين وتسعة واربعين ألف شخص